ويقول أني سأرجع إلى كتب التفسير ومقاله العلماء ثم يتضح لي المعنى هل هذه الطريقة صحيحة؟ لبعض الطريقة الرجوع إلى الكتب الموثوقة لا شك أنه من أفضل الطرق ولكن لا يكفي لازم من سؤالها للعلم لأنك قد لا تفهم التفاسير لا تفهم الأحاديث وشروحها بنفسك فلا بد أن ترتبط لأهل العلم الموثوقين وتسألهم عما أشكل عليك ولا تكتفي بفهمك أنت ربما تفهم خطأاً نعم